من باب التذكير السريع يا إقواني لنفسي ولكم جميعاً بما أننا اقتربنا من الثلث الأخير أو من العشر إلى أواخر من شهر رمضان العشر الذي يترجح أن تكون لية القدر فيه لابد أن نبدأ بالدأب والاجتهاد من هذه الأيام والليلة إن شاء الله تعالى بصدق وأخلاص تشجيد التوبة البعد عن كل الذنوب أنا أعتقد من الصعب أن الله تبارك وتعالى أو من غير اليسير أن الله تبارك وتعالى يكرم بلية القدر عبد مصر على مصر ويمكن هذا من أكبر حواجبنا عن أي ليلة القدر أن الله ربما يعيش الإنسان أربعين خمسين سنة ولا يكرم بموافقة لية القدر مرة واحدة بالطريقة التي تتفق للصالح لماذا؟ أعتقد من أكبر الأسباب الإقامة على الذنوب والإصرار ليس فقط أنه يفعل ذنوب مصر لا يوجد نية أن يبطل يقول لك أنا أبطل الذنوب هذه بس هذا أشتهي في بعض الناس عندهم أوثان في الذنوب عند وطن صغير لا يستطيع أن يبدع عنه صحيح؟ معناها إيمانه أضعف من أن يسرع هذه الشهوة الحقيرة شيء عجيب معناها إيمان ضعيف ولذلك جددوا التوبة انخلعوا بعون الله بتوبة صادقة من كل الذنوب وبالذات الذنوب التي يقيم عليها العبد وتسرعه لازم لي لأنه بفضل الله كما تعلمون لا أذكر شيء أن لا تعلمونه هذه الليلة ليلة واحدة إذا قُبلت إذا قُبلت تزن عبادة ثلاث وثمانين سنة مقبولة نحن نعيش ثمانين سنة مئة سنة والله ما عنا أي ضمانة والله العظيم أن الله قُبل منا ركعة واحدة سجدة واحدة والله ما عنا ولا عند الصالحين كانوا يخافون من هذا لكن بفضل الله إذا الله أكرمك بليلة القدر وشفت العلامة معناها إن شاء الله أنت خلاص هي تساوي أن الله قُبل منك عبادة ألف شهر ثلاث وثمانين سنة أنت خلاص انتهت أمورك بعون الله تعالى بعون الله أنت من أهل الجنة هذا هو الناس بحب يتوقع عشان يدعو دعوة أن يصبح مثل بل جيتس ولا ماسك هذا كل كلام فارغ دنيا حقيرة لا تستاهل والله العظيم أبدا لا تستاهل النبي كان عنده واحد من الصحابة يخدمه اسمه ربيعة ابن كعب رضو الله عليه يقول كنت أخدمه عند الإمام أحمد في المسند في السفر والحضر في الليل والنهار موقف نفسه بس على خدمة النبي في صحيح مسلم لم يذكر سفرا وحضرا وليلا ونهارا قال كنت أخدمه وأتيه بوضوئه وحاجته استوا كل منشفة وأشياء مثل هذه فذات ليلة عنده أحمد ذات يوم عشان يكون صادقين في الرواية النبي قال له يا ربيعة سلني اسأل ما يريدك أعطيك أدعي لك لك يريدك يريده ففي رواية عنده أحمد قال فقلت يا رسول الله أنظرني عنده مسلم لا يوجد هذا الانظار أنظرني أعطيني فرصة فهذا موضوع خطير انفتح لي ليلة القدر أن النبي قال لي سألني خلاص بس يدعوه من رسول الله كل شيء انتهى ما شاء الله هنيئا لهم عندما تقرأ السيرة والسنة بهذه الروحية تتأثر جدا جدا وفعلا تغبطهم على مكانه فيه هنيئا له هنيئا له هنيئا لمن عاش مع رسول الله والله العظيم وحظي منه بنظرة واحدة فقط نظرة نظرة أنك انت رأيته أو هو نظرة إليك هنيئا لك بس خلاص نسأل الله يعوضنا خير إن شاء الله ولو في المنام المهم فقال أنظرني يا رسول الله هذا أمر كبير قال له خطير شغل كبير نعيد التفكير قال فكرت 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 فوجدت الدنيا حقيرة وجدت المال حقير كل شيء عداء الآخر وجدت حقير لا أريد إذن شيء من الدنيا أريد لا أريد زوجة ولا أريد ذهب ولا فضة ولا مال ولا قصر ولا أريد شيء قال فأتقت قال رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة طماعية في الشيء عظيم جدا وشريف ليس الجنة ولكن يقوم مع رسول الله قال أو غير ذلك أو غير ذلك يا ربيعة قال فقلت هو ذاك يا رسول الله لا لدي غير لدي أحمد قال فكرت في الدنيا وفوجدت قصيرة إلى خيرية لدي المسلم لا قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني إذن على نفسك بكثرة السجود رأيت الأمر حتى رهن دعوا من رسوله وهي مشتجابة إن شاء الله لكن دعوا بشروطها لازم شوية تزيد في العبادة فأعني إذن على نفسك بكثرة السجود صلواته ربي وتعالي فهيارت إخواني إن شاء الله جددوا النيا هذه قلوا هذه لزوجاتكم وأولادكم أننا قدام فرصة أعظم من أي شيء يمكن أن تخيل الإنسان لهيلة القدر وعون الله والله يا أخوان رهن بأشياء معينة أن تتوب وأن تعمل أشياء وأن تحيي الليالي بطريقة معينة افعل هذا لا يوجد مشكلة إن عشر ليالي والمصحية افعل هذا بجد واجتهاد واستعم بالله تبارك وتعالى وأخلص النية أسأل الله يكريمني وإياكم وصالح المسلمين والمسلمات بأن نوفق لهذه الليلة وأن توافينا في أتم الرضا منه تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين